كتذكير بسيط هذا رابع فيديو في سلسلة المشاعر إذا كنتم لم تشاهدوا الفيديوهات السابقة أنصحكم بالرجوع لها لتكون معلوماتكم شاملة لهذا الموضوع موضوعنا لليوم هو وعي المشاعر هل تتذكرون تلك اللحظة التي شعرت فيها بالفرح العارم أو الحزن العميق دون أن تكونوا قادرين على تفسير السبب وراء ذلك هل شعرتم بأنكم تعيشون في عالم يختلط فيه الألوان والمشاعر دون تحديد؟ هنا يأتي دور وعي المشاعر إذ أنها المفتاح الذي يمكن أن يفتح أبواب فهم أعمق لأنفسنا وتجاربنا العاطفية الوعي بالمشاعر هو مفتاح تفسير تلك اللحظات والمشاعر التي تتراكم في قلوبنا وعقولنا إنه كأنكم تضعون قدما على جسر يربط بين العقل والقلب لتفهموا أعمق معاني ما تشعرون به هذا الوعي يعني الاستماع إلى أنفسكم بصدق ودون تحفظ والتسلح بالقدرة على تحليل وتفسير تلك الرسائل العاطفية في هذه الرحلة تصبحون ملاحظين لتفاصيل دقيقة في حياتكم تجدون أنكم تشعرون بمزيج من المشاعر المختلفة في كل لحظة يمكن لمشاعر الفرح أن تنسابك أمواج هادئة في لحظة وفي لحظة أخرى تشعرون بالقلق أو الاتراب دون سابق إنذار لكن الجميل في وعي المشاعر هو أنه يمكن أن يكون مصدرا للقوة بفهمكم للمشاعر التي تمرون بها تصبحون أكثر قدرة على التعامل معها بطريقة إيجابية وبناء إذا كان هناك قلق يشتعل في داخلكم يمكنكم أن تجعلوا هذا الوعي يرشدكم إلى أفضل الطرق للتخفيف منه وعي المشاعر يجعلكم أيضا أكثر تفاهما لمشاعر الآخرين يمكن أن يساعدكم في التواصل بشكل أفضل وفهم دوافع تصرفاتهم مما يؤدي إلى بناء علاقات أكثر ترابطا وتفاهما لن تكون هذه الرحلة سهلة دائما فهناك أوقات يصعب فيها فهم مصادر تلك المشاعر والتعامل معها لكن بالتمرس على الوعي بالمشاعر ستصبحون متمكنين من التفاعل معها بشكل أكثر تأنيا وحكمة فلنبتأ هذه الرحلة نحو وعي المشاعر بخطوات بسيطة دهونا نستمع إلى أنفسنا بدون انقطاع ونسمح لمشاعرنا بأن تتدفق بدون قيود إنها رحلة جميلة نحو الاكتشاف الذاتي وتحقيق توازن أكبر في حياتنا في عالم مليء بالتحديات والضغوط قد يقول من السهل أن نجداها بمشاعرنا دون أن ندرك تأثيرها الحقيقي على حياتنا إلا أن الوعي بالمشاعر هو نقطة انطلاق مهمة في رحلة تفاهم أعمق لذاتنا وتحقيق توازن حياتي أكثر إشباعا وعي المشاعر يعني أن نكون حاضرين لما نشعر به دون تقديم أو تأخير إنه أكثر من مجرد التعرف على المشاعر الأساسية مثل الفرح والحزن والغضب إنها أيضا القدر على التحليل العميق للمشاعر المعقدة والمتشابكة وفهم أسبابها وآثارها في هذه الرحلة يصبح من الأساسي أن نكون صادقين مع أنفسنا هذا لا يعني فقط الاعتراف بمشاعرنا الإيجابية بل أيضا قبول وجود المشاعر السلبية فالحياة ليست دائما وردية ومن الطبيعي أن نشعر بالقلق أو الاضطراب في بعض الأوقات عندما نمنح أنفسنا الإذن بأن نشعر بكل مشاعرنا نفتح بابا لفهم أعمق لما يحدث داخلنا نحن نتعلم كيف نفصل بين المشاعر والأفكار المرتبطة بها ونعلم كيف نستجيب بشكل أكثر إيجابي بفهم مشاعرنا نكتسب القوة في التعامل معها بشكل صحيح فعواطفنا ليست عدوة لنا بل هي إشارات قوية ترشدنا إلى احتياجاتنا وتوجهاتنا على سبيل المثال إذا كنا نشعر بالإجهاد المتواصل والقلق يمكن أن يكون ذلك إشارة للحاجة إلى توازن واستراحة لكن الوعي بالمشاعر لا يقتصر على النظر إلى داخلنا فقط إنه أيضا يعزز فهمنا لمشاعر الآخرين وتفاعلاتهم يمكن أن يساعدنا في التواصل بشكل أفضل وفهم ذوافع الآخرين مما يؤدي إلى بناء علاقات أكثر إيجابية وتفاهم في النهاية الوعي بالمشاعر هو عملية مستمرة تتطلب الصدق والتفتح إنها تفتح لنا أبوابا للنمو الشخصي وتحقيق التوازن في حياتنا إذا كنا قادرين على فهم مشاعرنا ومشاعر الآخرين سنكون أقوية أكثر في اتخاذ قراراتنا وبناء علاقات صحية وإيجابية فلنعمل معا على أن نصبح أكثر وعيا بأنفسنا وبالعالم من حولنا ولنبني مستقبلا أكثر إشراقا وتوازنا أتحداكم اليوم لتسليط الضوء على مشاعركم هذا التحدي هو بداية رحلة رائعة نحو التوازن والسلام الداخلي دعونا نتحدى أنفسنا لنكون أكثر وعيا بمشاعرنا وذلك من أجل تحسين نوعية حياتنا والعلاقة التي نبنيها استمتعوا بمغامرة استكشاف أعمق لذاتكم والكشف عن أنسجة مشاعركم الخفية عندما نخوض هذا التحدي نفتح أبوابا جديدة من الفهم والتواصل مع الذات ومع الآخرين تتعلم كيف تعبر بصدقنا عن مشاعرك وكيف تتفاعل مع العالم من حولك بشكل أكثر حكمة وصدق عندما نكون واعين لمشاعرنا نصبح أكثر قدرة على اتخاذ قرارات موجهة بالتفكير والتحليل بدلا من الاستجابة العاطفية الفورية فلنخرج من منطقة الراحة ونكتشف عالم مشاعرنا بفضول واهتمام دهونا نسمح لأنفسنا بالشعور بكل مشاعرنا سواء كانت إيجابية أم سلبية نحاول فهم ما تحمله لنا من رسائل ودروس إن فهم المشاعر ليس مجرد وسيلة للتعامل مع الحياة بل هو مفتاح لاكتشاف أعمق لأبعاد ذاتك وتحقيق توازن مع ذاتك ومحيطك لذا انطلقوا في هذه الرحلة بشجاعة وإصرار استمتعوا بكل لحظة من تلك الرحلة وتذوقوا جمال فهم المشاعر والتأمل فيها إنها رحلة قيمة تستحق الجهد وستجلب لكم إشراقا وتطورا ملموسا في حياتكم